عندما قلت اسمي ساد يوماني خلتني عايزة اروح معك للحظات ليبربول ونرجع لمتخابنا مرة تانية العلاقة والوان تول ما بين ساد يوماني ومحمد صلاح بتشوفها ازاي وكل كورة بتبقى في رجل محمد صلاح ممكن هو يهدف او يسجل او يسدد من خلالها وممكن يديها لساد يوماني اللي بالصدفة ممكن يبقى في موجود في الفوزيشن اصبت والعكس في ناس تقول لك اي بصده طمع فيها ونفس الكلام على ساد يوماني انه كذا مرة كان في كذا كورة في اخر كام ماتش ليهم لا ممكن كان يبعت صلاح وصلاح يقول قوله وما حصلش فهل فعلا فيه حساسية ما بين الاثنين لا ها فيه منافسة منافسة قوية طبعا الاثنين افضل لعيبة افريقيا محطمين ارقام قياسية يعني النهاردة صلاح لوال هداف التاريخي الافريقيا في البريمير ليك فساد يوماني تقريبا ناقص لجون او اتنين البهو رقم اتنين يعني برضو ده في الحزبان رقم ضخم يعني انجاز لساد يوماني في فترة كان واضح ان كان فيه الخلاف الجامد او في الملعب كان باقي حتى ساد يوماني يخرج مداي ولكن مع الوقت الامور وديت منافسة طبعية داخل ساعات بتاع داخل الملعب ولكن المدرب في فترة ادري سيطرة من المدرب الجامد وهو اعتقد على مدار الفترة ادري سيطر عينكي في فترة اه كانت واضحة قوي ان الموضوع صعب ما بينهم في داخل الملعب ولكن بعد كده الامور تحسنت والسنادي هم الاثنين عاملين شغل بالطوئ وللأمان حتى تصرحتهم يعني ساديو ماني تفرج عليه وبيتكلم عن محمد صلاح اخر تصريح لي وبيقول صلاح واحد من افضل لعبين في العالم واحنا محظوظين هو معانا في الفريق لسه مبارح ليه فيديو في الحساب بتاع الكاف وهو بيهزر بيقول انا بقول رسالة لصلاح وكيتا اصدقائي انا مقدرش اللاعب غير واحد فيكم بس في النهائي معرفش يكون مين فيكم فهم الروح اللي ما بينهم حلوة وصداقة وحتى صلاح في حواره الشهير مع الاعلامي عمر ادي بتكلم وقال ان هو علاقته بيه جيدة جدا وان هم موازين وفي ساعات تنافس جوه الملعب بشكل او باخر لان الاثنين في كل واحد عايز يبقى الافضل ولكن يعني مفيش الخناقات اللي احنا ساعات الناس برضو من حبها شديد لصلاح تقول لا دا فيه مشكلة لا بيكرهوا ماني بيكرهوا لا لكن لا واضح ان الامور ابسط من الناس ممكن تتصورها هو الفرق ما بينهم في الاهداف هدي صلاح لغاية دلوتي خمسة وشهر لا اعتقد الفرق يعني كبير حتى على مستوى الهدفين طوى افريقيا يعني صعب ان ماني يعدي صلاح الا لو ان صلاح بعد لفترة طويلة يعني لو صلاح مشي بالمعدل ده يبقى متفوق على ماني في هزا الموسم طبعا